السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشلونكم حبابي القلب وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من لابة توب 4 باتل جيم وحدث الخريف الذهبي مثل ما تلاحظون الحدث ما يختلف عن باقي الأحداث كذلك عندك هذا القسم تجمع هاي الأوراق وترتفع بالمستوى يعني لآخر حد وتحصل لك على كم مفتاح وعندك هاي مهمات الخريف الذهبي عندك تسجيل الدخول اليومي رح تحصل على مفتاح واحد وكذلك إذا استخدمت 50 الخريفة رح تحصل على مفتاح وإذا بدك تحصل على مفتاح إضافي ترح تشحن تحط عليكم بالشراء للحصول تحصل على مفتاح إضافي ما تبقى من المهمات تنفذها علشان تجمع هاي الأوراق علشان قسم الخريف الذهبي الثالث شيء عندك تشفي الخبايا طبعا أنا فتح الصندوق من شوي حصلت على الجائزة الخارقة كاتب لك وانا ضغط على الصندوق لفتحه والحصول على الجواز إذا حصلت على الجائزة الخارقة الخاصة بهذا المستوى يمكنك الانتقال على المستوى التالي كلما تقدمت بالمستوى تحسنت الجواز التي يمكنك الحصول عليه يعني أنا عشوائيا فتحت الصندوق طلعت عندي الجائزة الخارقة هاي مشكلة الشباب انه صندوق كلها نفس الشكل يعني ما في مثلا انه صندوق أزرق وصندوق ذهبي لا كل الصندوق نفس الشكل وانت وحظك تماما نرجع لهذا بعد شوية نروح على متجر الخريف الدهبي مثلا ما تلاهظ عندك هاي هي الجواز عندك أول وحدة الأسد الحارس هذا التمثال يعني زينة هذا يعطيك زيادة حجم المسيرة واحد يعني مو مثلا زيادة حجم المسيرة مثلا بالخريطة انه مثلا تروح تجمع وهذا لا يعني نزود لك مثلا دبابة مثلا طيارة مثلا بتشكلة القوات اللي عندك المهم الثاني كذلك مستوى ثاني ثالث شي عندك هذا الصندوق البتغالي وهذا كل اللاعبين يبحثوا عنه هذا يعطيك شكل قاعدة يعني انت تختار شكل القاعدة اللي يناسبك وتاخده أهم شي بالنسبة لي لو اني أشحن هو صندوق المخطوطات الذهبية بهذا الحدث هذا أهم شي ما تبقى جواز عادية ما تلاحظوا انا هلا يحقل لي انتقل على المس والثاني مثلا بدي افتح صندوق ثاني استخدم مفتاح لفتح الصندوق تأكيد المتابعة لا انا ما بدي افتح الصندوق هلا بعد ما تأخذ الجهاز الخارقة تضغطوا على المس والثالي مشان تنتقلوا على المس والثاني تحصلوا فيه على الجواز أحسن هيك بهذا الشكل يحقلك مثلا تجمع تسعى مفاتيح علشان تفتح الكل أنا ما في عندي غير مفتاح واحد خلي نجرب حظنا نختار مثلا خلي نختار هذا اللي على الأعلى شيء على اليمين ونشوف حظنا ما تطلع على شيء بدي انتظل لبين ما احصل على المفاتيح ثاني لحتى اتجرب حظي مرة ثانية لحتى انتقل على المس والبعد نروح نشوف شو حصلنا بالجواز الخارقة بهاي الهدايا نجرب حظنا نجرب حظنا بلك يطلعنا القسيمة السرية عدد مية لكن ما رح يطلعنا أنا بعرف حظي قل بسم الله طلالي عشرة مثل ما تلاحظوا أنا بعرف حظي زفت مثل ما لاحظتوا وهذا هو الحدث أخواني طبعا اخواني بالنهاية بتمنى يا ربي يكون في الفيديو هنا لأعجابكم وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات وانتظروني بحلقات قادمة ان شاء الله بالأيام الجاية علم التوبور وغير اللعب ولا تنسوا توصولي هذا الفيديو كبير وعندوني اللايكات شباب أنا قناتي شباب أنا قناتي لاني تركتها فترة الرانك يعني نازل فيها يعني ما في مشاهدات لانه بطلت انشر كثير بالقناة فتمنى ان تدعموني باللايك لحتى تساعدوني لحتى نرجع رانك القناة مثل ما كان ونستمر بنشر الفيديوهات تماما اخواني لكم مني أطيب التمنيات كان معكم أخوكم باسل والسلام عليكم